لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس ولعل تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية اليوم تؤكد أكثر ضرورة اعتماد هذه الرؤية في مواجهة تحديات الأمن الغذائي والطاقي حضرات السيدات والسادة ستركز هذه الندوة على ثلاثة محاور اهتمام رئيسية وهي التنمية المستدامة والشاملة والحب من الفوارق الاقتصادية وأخيرا بناء مجتمعات مستقرة وأكثر صمودا وأمنا بقارتنا الإفريقية وهي بذلك تمثل إطارا نموذجيا للنظر في السبل والآليات الكفيلة برقل سقف الشراكة الأفريقية اليابانية إلى مستوى الرهانات والتحديات المثالية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي المرجو ودفع النمو الشامل بما يساعدنا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لـ 2035 والأهداف المدرجة بالأجندة تنمية 2063 للاتحاد الأفريقي لبناء أفريقيا التي نريد ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون تكريز دعائم الأمن والسلم الأقليميين والدوليين وإيجاد التسويات السلمية لجميع النزاعات التي تستنزف طاقات دولنا ومقدرات شعوبنا كما لا يمكن أن يتم دون برامج مساندة مالية وفنية وتدابير تفضلية وبئة استثمارية تشجع على ريادة الأعمال وقادرة أيضا على احتضان رواد الأعمال اليابانيين والأفارقة أو غيرهم وتقديم نموذج للتعاون بين القطاعين العام والخاص الأفريقي الياباني لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس